طائرة تحمل اسم العراق تهبط في مطار بغداد بتفاصيل الشوق إلى البلاد وبحقيبة مسافر كان يشتاق زيارتها قد تترك أجمل ذكريات عن البلد الثري بكل ما هو فريد لكن الصور الجميلة التي قد تأخذها معك في الحقيبة أو تلك التي في البال عن بلاد الرافدين بدءا من المطار واجهة الدولة وبوابة أمنها وهو أول مستقبل للزائرين وآخر المودعين لهم قد تأخذ فكرة ليست من صفات العراق وأهله مثل هذا المشهد هذا ليس اشهدا هوليوديا إنما قتل وضرب واعتداء في غياب لسلطة القانون المطار الأكثر تواجدا للأجهزة الأمنية يحدث فيه ما يحرج العراقي عبر نوافذ الطائرات المغادرة يواجه اليوم قضية تكتب برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمكن الرد عليها إلا بقرار صارم على وجه السرعة هذه رسالة المحبطين من هكذا مشاهد وجه متناقض جدا فالمطار الأكثر احتواء للمئات من عناصر الأجهزة الأمنية كأنها غائبة وكأن المطار ساحة استعراض لا حقيقة فيها لضبط الأمن واحترام القانون في المطار الأكثر أهمية في العراق والذي سافر خلاله أكثر من ثلاثة ملايين مسافر في إحصائية عام 2018 أمام خذلان يرهق الجهود أما العلاج الفوري أن تستبدل الأجهزة الأمنية الشكلية بأجهزة حقيقية تضبط موعد إقلاع طائرة الدولة العراقية نحو أفق التغيير ليحلق العراق في سماء صافية